الله والله إنها مسؤولية عظيمة إن وقوفك أمام صنوق الانتخاب هذه مسؤولية عظيمة في عنقك وستدخلك النار وتدخلك الجنة إذا كنت من مقصطين من الذين يحافظون على حقوق الله وحقوق عباده وخفته وما فعلت إلا الأصلح فإنك تكون من مقصطين على منابر النور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلت يدي يمين قالوا من هم يا رسول الله قال الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا هذه ولاية وليتها وضع البطاقة في الانتخابات هذه ولاية وليتها أيها المواطن فإذا أنت قصدت فيها وأحسنت وكنت من العادلين ومن الذين أحسنوا الاختيار فإنها تدخلك الجنة وتكون من المقصطين وإن كانت الأخرى فإنها تدخلك النار وعلى كل من يتقدم لهذه الانتخابات عليه أن لا يتقدم إلا إذا كان هدفه قربة الله سبحانه وتعالى ونصرة الدين ونصرة الحق وعلى كلمته لا طمعا في منصب ولا طمعا في مال ولا طمعا في مرتب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه عند البخايم حيث معقي ابن يسار ما من والي شيئا من عمر المسلمين فمات يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة احذر أن تكون من هؤلاء وكذلك للذي ينبغي أن يتقدم لابد أن يزكيه الناس وأهل خير وأهل قص له أن يتطلع بنفسه لأن من تطلع إلى المناصب وأراده دون أن يختاره الناس إليها فإنه لا يحق ولا يكون مؤهل لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إننا لا نولي هذا من طلبه ولا من حرص عليه فالذين تقدموا لهذه المسألة لابد أن يكونوا من ذوي الكفاء وذوي الأمانة وذوي الخبرة ويكون من أهل العدالة ليس فقط أنهم لا يسعقون ولا يكذبون بل يكون من أهل الدين أما من يجاهر بالمعاصي ويجاهر بالضلال وبالظلم وبالزنا والخمر والفسوق وعليه الفيديوات التي تفضح حاله وحال سيرته فهذا لا يحق لو أن يرشح نفسه ولا يحق لأحد أن ينتخبه فإن الله تباك وتعالى يقول لا ينال أهدي الظالمين هذا عهد من العهود وليمكن أن يسنل إلى إنسان ظالم مجاهر بالمعاصي فالله الله في البلد عليكم أن تتقوا الله ناخبون ومرشحون فإن الله سائل كل راعي عما ارتعى